اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من قناة الجريء تيفي ما يهمنيش اسمك ما يهمنيش لونك دينك شكلك جنسك ما يهمنيش عملك يهمني قلبك يكون ابيض المثقفون الرؤوني انتقون دائما مع قناة الجريء تيفي وبرحبا حضراتكم واتمنى لكم يا رب كل الاوقات السعيدة نتحدث اليوم عن اهم الاخبار التي حول نادي الزمالك والرياضة المصرية ونبدأ بالعنوية اسقارة اشرف صبحي تغييرات مهمة في الزمالك خلال ايام مستشار الزمالك يطالب بعودة مرتضى منصور مرشح للرئاسة يصف لعب الزمالك بشوية عيال كارتيرون المعاق ملعاب الزمالك المعاقين واليكم التفاصيل اهلا بحضراتكم الكثير من الاخبار والاحداث الرياضية حول نادي الزمالك في الساعات الاخيرة خاصة بعد تطول الاحداث من حادث السيارة لوزير الشباب الرياضة الدكتور اشرف صبحي ومبارات الخرمة بين الاهل والزمالك التي انهزم فيها الزمالك من الاهل واحد اثنين وهي لعب الزمالك هم الذين هزموا انفسهم بانفسهم الكثير من الكلام حول اصابة اشرف صبحي الكثير من الاخويل حول استقالته الكثير من المعلومات الجديدة ما بين الحقيقة وبين الاشاعات سنتحدث عنها في هذا الملف ملف الزمالك ايضا وما يحدث داخل الغرف المقلقة سنتحدث عنه ولكن نبدأ ببعض الاخبار اولا ثم نشرح مع بعض اهم الاخبار التي تهملت الزمالك وما وراء هذه الاخبار في البداية هشام يكن يعلم ترشحه لانتخابات الزمالك هشام يكن نجم الفريق السابق ومدافع الفريق السابق والذي عمل فترة في التقريب وعمل في الادارة اعلن نيته الترشح لهضوية مجلس دارة النادي الزمالك في حال اجراء انتخابات بشهر اغسطس الخادم يكن قال انا هترشح على الانتخابات وليه برنامج واضح وصريح وهيخدم النادي انا اللي قالوا علي ان انا منجحتش في التدريب لا انا اللي نجحت في التدريب لكن ما عنديش وكيلي يسوق ليه جوه مصر وبره مصر لكن ما تنسوش ان انا كان ليا الفضل في اختياري محمد صلاح اللي ينضم المعسكر منتخب الشباب وكان وقتها اصر مصطفى يونس مدرر بالمنتخب ان ما ياخدش محمد صلاح ولكن اقنعته ان يضم صلاح المنتخب معسكر الشباب انه في اسبانيا وضمه هو وعمر جمال وعن كارتيرون قال انه باع النادي بسبب عرض اكبر واضاف انه كان يحلم بتدريب الزمالك ولكن الان انه يحلم بالتواجد قاعده في مجلس دارة النادي بالنسبة له شام يكن بقى وابق له فترة نفسه يظهر في العلافة بدأ يروح للبرامج والحاجات دي في مشاكل كبيرة جدا بينه وبين مستشار مقتدى منصور ابتدى يتواصل مع الصفحات والجربات علشان يكون ليه رأي عام ويدخل الانتخابات اللي جاية بس انا منقول يا شام بدل ما تعلن برجلة وبلبلة في النادي دلوقتي بانك هتترشح وهنا لسه في شهر اربعة والانتخابات شهر تمانية تسع عشر دائما ما ينمش عن زبع الكوية اصيلة اتكلم في دعم نادي الزمالك اتكلم في استقرار في نادي الزمالك اتكلم في اي شيء انما فتح الباب لكل من هب وده انه يترشح من دلوقتي ده خراب لنادي الزمالك وتأكيد للخطة المنهجة اللي بيحاولوا فيها تدمير نادي الزمالك هذا الشمية كان احنا بنحبك وبنحب والدك الله يرحمه ونتمنى ان انت تبعد نفسك عن هذه المواطنة نجم الزمالك ونجم مصر مصطفى محمد اللي اعلن انه اصيب بفيروس كورونا وبعدين هو قال لا ما عنديش وبعدين النادي استبعده من مباراة مهمة انا دي جلتا صراي طبعا استوعده من ماتش جوستبا يوم السبت اللي فات وطلع هو قال ما عنديش وبعدين النادي قال لا ان في لعب عنده وتضربت الاخويل دلوقتي هو بيقول انا شفيت من كورونا وهرجع انا شفيت من كورونا وهرجع وعايز يلعب الماتشات الجاية جلتا صراي يحتل المركز الثالث في الدولة التركي برصيد 65 نقطة بالشيء بالشيء يقال محمد الشيناوي لعب الاهل تصوره ان امس الساعة قبل المباراة بساعتين ثلاثة المسحة اثبتت انه سلبية وكان يحاول هو بعض الافراد انهم يشركوا في المباراة ولكن اعتقد ان كان القرار من المدير الفني بمنعه والاعتماد على لطفي والحارس بصراحة بتاع الاهلي الاحتياطي اثبت كفاءة ويا رب يدي له محشات في الفترة اللي جاية ولكن شوفوا الشيناوي والسيطرة والغضرفة هو والفريق اللي بيدعمه وبيدعمه عنده فريق متوكامل في الاعلام وبالاتحاد وهنا 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 بيحاولوا يخلوه النجم الاوحد او ابو تريكا الجديد طبعا خطط ممنهجة ووراها ناس وسياسات حتى انه هو يعني تطلع مسحة سلبية الله اعلم سليمة ولا مش سليمة تطلع قبل الماتش بساعتين عشان يلعب الماتش وهو ما لعبش طبعا الراجل اللي بقى جاهز وبيتمرن فيه ناس في الادارة حاول يضغطه على المدارب يلعبه لكن مسيمان يرفض دي المعلومات اللي وصلت له الحقيقة ايه الله اعلم بس المسحة سلبية قبل الماتش بساعتين دي اكيد مليون في المية وقال ليه ليه مطلعينها قبل الماتش بساعتين خلاص هو مش هيلا ليه مطلعينها وليه بيحاولوا يضغطوا على الجهاز الفني هذا ما يحدث بالاهلي بالفعل فحكاية المساحات واللعب والموضوع ده فيه كلام كتير بالنسبة للاهلي فبيحاولوا بأي طريقة ان هما يزقوا الكرسة اللي هما لبسوها بتاعت والتر بواليا ده بيعملوا مفاوضات مع نادي الهلال السوداني انه هي يخضو انه خصوصا نادي الهلال عنده مشاكل في المهاجمين وبيكلموا مع طهر يونس نادي الهلال انه يخضو يقال ان طال عمره رئيس النادي الشرفي تركي أرشيخ هو اللي بيقول أعزي المفاوضات وانا برضو لان هو رئيس نادي الهلال الشرف يعني وانا باستغرب برضو غلي وليه حاطت دماغه في الرياضة المصرية والاهلي والزمالك وما رهوش من هين لآخر غير الاهلي والزمالك عايز تاخد يا اخي يعني انا مش عارف مهم الاهلي عايز يصرف وليا ومندوبه الرسمي في هذا الموضوع هو التركي أرشيخ رئيس نادي الرئيس الشرفي النادي الهلال السوداني اللي خرب الرياضة المصرية وريه خرب الرياضة السودانية والرياضة السودانية على فكرة من بعد قدومه والميمون انهارت تماما وعلى كل حاجة تلتقي المصالح هسو ان الاهلي شرب المقلب عمر في ولده البوالية ودلوقت عايزين يودوه في اي دهية فربما يكون بوابة الهلال السوداني من ضمن الاشياء الجميلة اليوم ما تفضل به المستشار القانوني محمود العسان المستشار القانوني الصابق لناس الزمالك والشخصية المحترمة اللي كل الناس بتحبها والذي حمى المسؤولية التدهور لناس الزمالك والهزائم اللي بتحصل واخرها الهزيمن الاهلي وخروج من بطولة الافريقية لوزير الشبابة الدكتور اشرف صبحي شفاه الله وعافى بسبب قراره بحل مجلس الادارة الشرعي والمتخب العسال قال بعد مورة القمة اعتقد مصر كلها عرفت يعني ايه يكون فيه مجلس الادارة قوي مجلس يبني مجلس يفرح ملايين الزمالكوية او مجلس يفرح ملايين الزمالكوية مجلس يحاقق الانصارات وبطولات مجلس يعرف قيمة جماهيره وعضاء جماهيته العمية ويسعى لإسعادهم ولكن للأسف تم القطاعها به وترضو دون اي اعتبار للانجازات التي تمت دون اي اعتبار للجماهير فرحتهم من هذه العسال قال الوزير عندما اتخذ القرار برره بالمصلحة العامة لكن اي مصلحة عامة هذه التي تقف ضد الرغبات وسعادة الجماهير الزمالكوية اي مصلحة عامة هذه التي تقف ضد استقرار وانتصارات نادي تابع للدول العسال شدد وقال ان المصلحة العامة تعني اسعاد ملايين الزمالكوية والمصلحة العامة تعني استقارة هذه المؤسسة ورجحها وليس اسقاط وتصدير الحزن لجماهير دون داعي وقال في ختامة تصريحاته ما حدث بلد الزمالك أحدث خلخلع رياضية واجتماعية لن تلتأم خاصة وأنها جاءت بعد استخار ونجحت وإنشاءات من مجلس مرتضى منصور الموقوف المجمد والذي يجب عودته فورا طبعا من هنا بيقول برضو بيأكد أن الكلام اللي قلناه عشرات ومليارات المرات لا بديل عن عودة مجلس مرتضى منصور اللجنة الموجودة هي لجنة بيانات لا تفهم في الرياضة في شيء هم قامات خضائية مع أن في بعض المواضيع يعني الواحد بيشك شوي أنهم ليهم في القضاء بصراحة يعني عشان ما حدش يزعل لأن كل الملفات بتاعة النادي من ترجي من ماتش سلة من ماتش 99 لم يستطعوا أن يقدموا طعن ما يعرفوش يعني إيه الطعن ما يعرفوش إيه دي يقدموا ملفات مظبوطة الطعن اللي قدموه أو يقال إنهم قدموه للكاف أخطاء في لغوية يعني لجنة لا تستحق البقاء ولو اللحظة واحدة وفي معلومات إن سيتم القطاعها بهذه اللجنة يعني معلومات مهمة جدا أنا لست مع القطاعها بهذه اللجنة أنا مع إن اللجنة تمشي وييجي مجلس مرتضى منصور أما اللجنة تمشي ويبلونا بمجلس معين هتبقى كارثة كبيرة على الزمالك كارثة أكبر كارثة أكبر على الزمالك احترسوا من هذا المخطط اللي بيحاول يعملوه خلال ساعات الوزير بس الإصابة والضربة اللي جات له شديدة في دماغه من انقلاب السيارة مش ما يخلينه قادر وواعي يركز ويجايلكوا في الوزير بعد شوية مش قادر وواعي ويركز إيه الموضوع يعمل إيه وإلا لو هو كان سليم مبارك كان مجلس أعلن مجلس جديد للزمالك أمس بفور المباراة لأنه كان مستني غلطة زي دي علشان يعين المجلس اللي هو ملتب أسمعه بفعل بيحاولوا يخربوا في الزمالك لا اللجنة دي تمشي ويرجع مجلس مرتضى منصور خصوصاً الناس ما عليهمش أي مخالفة مالي خصوصاً لم تصدر ضدهم أي أحكام قضائية ما كل هذا العند هل الهدف فيه بالفعل هو دبح مرتضى منصور أم دبح جمالي للزمالك؟ يعني دلوقتي ابتدنا نقترع فعلاً أن الهدف هو زبح جمالي للزمالك وليس زبح مرتضى منصور وبينهما زبح نادي الزمالك وشيع إلى مسوه الأخير نعيد ونكمل كارترون خرج بتصريحات بعض المتشل الآلي أمس غريبة جداً وحسب الترجمة التي قالت في المؤتمر الصحفي أنه وصف لعاب الزمالك بالمعاقيم القناوات التلفزيونية كلها هجبته هو طلع قال لأنا كنت تقصد أنهم متوترين ويترجع في كلامه بس إحنا بنقول لك يا كارترون هل أنت المعاق أم هم المعاقين؟ أنت اللي وضعت تشكيل خاطئ وإنت اللي بتحاول تلعب بخطة لا تصلح في مباراة قمة أم هم المعاقين؟ من المعاق؟ أنت المعاق الأكبر لأنك لم تفهم في التدريب حتى الآن أنت بتخرب في نات الزمالك أنت أدم يعني أدم الشوم على الزمالك لا تصف أبداً اللاعبين بالمعاقين لأنك أنت اللي وضعت التشكيل الخاطئ أنت اللي خلتهم في حالة نفسية زي الزفت أنت لأسلوب الخاطئ أي مدرب هذا وما فيش حد يقدر يحزبه على الكلام هو بتراجع والنهار دا قلت له صراحات وقال أنا ما قلتش أن أقصد الترجمة كانت غلط وقال لك إحنا بنقوله وإحنا بنسألك هل أنت المعاق أم هم المعاقين بكل وضوء هل أنت المعاق أم هم المعاقين يا أخي بالله عليك يا أخي بالله عليك ده أي شبل صغير أو أي واحد من اللي بيلمه كورة نقال لك على التشكيل الصح أمس مش عايز عيد وزيد في الزفت وإصرارك على أن اللعب هو اللي لعب ضربة الجزاء وإصرارك على أن تحط لعيبة بعينها وإصرارك على أن جنش هو اللي لعب بالرغم من المدرب بالمساعد بتاعك بيقولك لا أبو جبل أحسن منه في الفترة دي يعني إصرارك على خراب ندي الزمالك واضح أن أنت ممنهج وبفكر عالي وبأداء عالي فإرحل واسبك من المعاق والمعاقين اللي أنت بتشتغل معه في أزمة خطيرة في نهاية الزمالك خلال الفترة دي بسبب كارترون طبعا وصامنا بيه قال له قبل المتش ادي فرصة حتى في المعشاط الصغيرة لمحمد عواد أو أبو جبل جنش بقاله فترة شكله سيء ووضع طبعا الجنين من جنش يعني كان واضح جدا أن الجنين من جنش وأداء من جنش مش مستقر لكن كارترون هو اللي أثر على السمرار مشاركة جنش أوليفيرا اللي هو مدرب الحراس قال له قبل المتش عواد وأبو جبل أحسن مئة مرة من ناحية الفنية من الجنش لأجل مصر وللأسف إن احنا ممكن نفاجئ في المتش الجاي لإنتاج الحربي إنه بردو كارترون المخرب مصر على تقريب الزمالك بإنه يحط جنش بردو في المتش الزمالك عنده ماتش مهم بعد أيام وبالتحديد يوم الخميس القادم مع الإنتاج الحربي ماتش مؤجل من الجولة السادسة السادسة العشر لمصابقة للدولة الممتاز بنتمنى التوفيق لده الزمالك ونتمنى نشوف تغييرات في هذا التشكيل ابعد بقى الناس اللي هي بتلعب دلوقتي للفلوس والإسمها والبتاع إلعب بالنشئين يعني أنا بقى مش عايز أقول للناس وتتصدم إنه بتلطي الدورة كلام كبير أنت هتضيعها فإلعب بالنشئين إلعب بأي حاجة إرحلوا أنت واللجنة اللي مشغلاك واللي جابتك يعني أرحمونا أرحموكم الله إرفنا منكم نيجي الملف الأهم معنا نهاردة وهو دكتور أشرف صبحي دكتور أشرف صبحي غادر المستشفى اليوم كان مبارح بيقول له يغادر من مبارح لليوم ما نعرفش إيه السبب للتأخير فيه تكتيم بأنه ما يطلعش أي صور لي يعني الحادثة فيها بعض الغموض وبعض الملاحظات الغريبة يعني تكتيم ما فيش أي صور لي ما فيش أي صور لنقله بالإسعافة في المستشفى ما فيش أي صور لي من المستشفى حدش قادر يقابله فيه عملية غموض تصير الريبة والناس بتقول هل سيارة الوزير دي مش مصفحة وصلة ما تقلم ما حدش تعور إزاي يحصل ده الوزير صوره فين وهو مصاب المبارح كانوا بيقولوا سليم وهيطلع خلاص من المستشفى وبعدين تأخروا دلع النهاردة إيه الموضوع إيه هكاية إيه الرواية طيب ناس كتير اتطمنت على سلامة الوزير أنا بقوله بوضوح مثلا رئيس الوزراء بيقال يعني أنه اتصل بيه بيقال ما نعرفش حالة رئيس اللجنة الأولمبية اتصل بيه رئيس لجنة تأثير الأعمال في الزملك اتصل بيه أهلي والخطيب محدش عبره خالص كتير من أجهزة الدولة محدش عبره خالص وأهمهم طبعا لو كان عبره كان الدنيا كلها قالت وهو الرئيس عبدالفتاه السيسي الرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاه السيسي لم يتصل بيه ولم يتطمن عليه وتم ما يعني فيش أي حاجة في الصحف والمواقع ورئاس الجمهورية أن يتطمن عليه ودي برضو تصير مسألة غريبة وفي ايه هو في ايه ما هو وزير في الوزارة ناس بتقول حادث فيه كلام كان هيتشال ويعني كلام إشارات أن الحادث فيه حاجة لتعطيل قرار صدر ضده فيه ناس بتقول أنه هو قدم استقالته بالفعل ومش عايز يكمل ورفضت لأنه ما فيش حد يقدر يقدر يقدم استقالته لأنه فيه تحيير وزاري والرئيس هو اللي يعلم التغيير مش واحد يروح كده ويقول قدم استقالته فهو بيضغط على الدولة بسبب الحالة الصحية وبسبب انقلاب السيارة والكلام ده أنه مش هيقدر يكمل غموض حالة غموض احنا محتاجين حد يطلعه ويجول بلنا على التساؤلات تساؤلات دي السيارة بتاعت الدولة المصفحة بتاعت الوزراء ازاي حصل لها كده هذا هو السؤال الأول السؤال التاني ما فيش أي صور خالص للوزير وهو مصاب ومستجفى وهو داخل وطلع ما شاء الله الناس يعرف كل حتة موبايلاته ما بيصدقوا حاجة زي كده ده لو فننة ولا عازة بتاع فننة ولا بتاع بيهرون الصور فين الصور بتاعت الوزير وهو مصاب سالسا ليه أجهزة الدولة الكبيرة ما بتطمنش عليه وليه رئيس الجمهورية وحنا عارفين ده لو حد عامل بسيط بيتصل وبتطمن عليه او بيبعد حد يتطمن عليه في حالة غموض هل هو فعلا قدم استقالته عايزين نعرف عايزين نعرف لو قدم استقالته ياريت خير وبركة بس نعرف اترفضت برضو نعرف كان هيتشال والحد سعطلت الموضوع نعرف دي أسئلة مشروعة من وجهها لأجهزة الدولة عشان الناس لازم تفهم لازم تفهم وليه الموضوع محصور عند دكتور اسمه دكتور عين ومورو هو اللي بس بيتكلم ايه الهكاية وايه الرواية طب الناس اللي راحوا يقبلوه ما قبلوش ليه يعني واحد زي محافظ البحيرة أحمد راشد راح يقبلو وشام أمنا شام أحمد راشد محافظ الجيزة وهشام أمنا محافظ البحيرة راح يقبلوه ما حدش تصور معه يعني دول أجهزة تتحرك مصوريها يعني فيه ايه أصدها يعني ديه ده وزير شباب رياضة مش مش حاجة يعني خطر أو أن يطلع أنه يعني فيه غموض وراه حاجة الناس كلها عايزة تخبيها مهم نحن وجهنا تسؤولات ده ومستنين الإجابات وأهم المعلومات اللي وصلنا بوضوح أنه أقدم استقال ده وتقال له يا بابا ما فيش حد بيقدم استقالتك أنت كده كده ماشي في التعديل وزاري ما تحاولش أن أنت تكسب القيادات أو تحرج القيادات أو تعمل نفسك بطل يعني مبارح قاله أنه هو سليم ما فيش أي حاجة شوية تجرع في الراس ولكن المستشفى قادته النهاردة النهاردة طلع متحدث باسم الوزارة قال أن حالته مستقرة وهيمشي بوء يعني تم تأجيل لتاني يوم أنه هيمشي النهاردة كلام ملغبط وكلام فيه غموض ومثلا ناس كتيرة وكبيرة متجاهلين موضوع الوزير قالص حدثة خطيرة الوزير في في وزارة مصرية فيه تجاهل إعلامي فيه تخبط فيه باتنين بس اللي بتكلموا فيه هاني مورو مدير التوارق مستشفى دار الفؤاد اللي هو طلع وإعلن عن حدثة ومحمد فوزي المتحدث بتاع بتاع وزارة الشاب والرياضة والباقي شيء غريب ما يحدث في الملف ده فيه غموض والأيام هتكشف وزا ما الأيام ما كانتشفتش هنعرف الحقيقة وإحنا بنتابع كل حاجة متحد العدل أنا مش عارف تركبته إيه أنا مش عارف تركبته إيه متحد يا عدل إحنا مش عايزينك لا في الصورة لا تتكلم عن الزمالك ولا تتكلم عن أي شيء يهمنا الزمالك مبارح حبي يطلع ويطلع برنامج ومش عارف إيه وبتاع ومسك كلام يعني والله إلا مشاجع درجة تلتة ما يقوله قال لك إن إيه السيناريست متحدة العدل المرشح للأس حبيبي أنت صغير على مقعد رئيس الزمالك مقعد رئيس الزمالك قعد عليه مرتضى منصور فإنت صغية يعني أنت لو بتطلع بتقول المرشح لو ضدية مجلس دارة نانس الزمالك كنه قلنا ما ده جيه فتح النارة على عابة الفريق وقال عليه مش وقت هيا ده تصريحات مسجلة ليه برنامج اسمه اللعبة الحلوة على راديو أونسبورد وقال إن لعابة الزمالك بقى عنده معقدة نفسية يعني عنده أداء أنا مش عارف إزاي يعني التهمات تطلع من واحد عايز يبقى رئيس نانس الزمالك يعني هم مرضى نفسين ونسينا إن الزمالك كانوا أخذ الأهل رايح جاي في كل البطلات أيام مرتضى منصور كانوا أخذهم يعني على خلال أي مطش الزمالك يقام الأهل بيكسبه إزاي دولوقتي واحد زي ده مش متابعه يتهم لعب العابة الزمالك بالمرض النفسي وليس عنده معقدة نفسية ما فيش رجولة شوية عيال طب انت زاعت هو بقى رئيس نانس الزمالك وانت بتسب اللعيبة بالطريقة دي شيء غريب يقول لك كارترون نازل دافع ما عرفش ليه كان فاكل نفسه مثلا هيلاعب بايرنم يونخ طب انت بتتريع على مين يعني الطريعة لأن الأهل بيلاعب بايرنم يونخ يعني أنا بصراحة متحد العدل ده يعني خليك فاستنى نست ما لكش داعوا بالرياضة كلام كله سب وقصف في العابة الزمالك أنا يعني اهيب في نفسي ان انا اقول اعيد نفس الكلام نرجع ونقول الزمالك مفيش حل في الزمالك غير عودة المستشار المرتضى موصولة مفيش حل لانقاذ الزمالك وربنا يكون فاعله لما يرجع ربنا يكون فاعله لانقاذ نادي الزمالك احنا هنتابع مع بعض كل الملفات الناس اللي بتسمع الفيديو في نفس يوم يزعته وهو 19 ابريل أنا النهاردة بعتذر ان مفيش بس مباشر لظروف يعرفها الأصدقاء المقربين ليه ولكن بكر ان شاء الله هيكون في بس مباشر وهنحاول ان احنا نكون معاكم في كل ما هو جديد ومفيد بنحاول بس عشان ما نكونش بعاد عنكم ان نقول لكم اخبار نادي الزمالك ايه في عجالة وان شاء الله الايام الجاية تشهد خير وتغييرات مهمة جدا في الزمالك تغييرات مهمة جدا في الرياضة المصرية انتظروا الخير لتنظيف الرياضة المصرية ونادي الزمالك من الفسدة والفسدين هناك رجال يعملون الان في صمت لاصلاح ما افسده اشرف صبحي واللجنة الولمبية وحساب مصطفى وكل الموتورين قريبا باذن الله ستسمعون اخبار تساعدكم اشكر حضراتكم وحشوني جدا جدا واراكم على الخير باذن الله خلال ساعات قليلة اشكر حضراتكم ويا رب ان شاء الله يمكن يكون سعيد في البداية لكل من يسألوني ازاي يشتركوا في القناة وازاي يفعلوا الجرس وازاي يتواصلوا معي على الفيسبوك اولا انت لما تروح الصفحة الرئيسية للقناة قناة الجريد تيفي هتلاقي هنا اشترك في الصفحة الرئيسية اشترك دوس الدرس تختار اول واحدة فكده انت بتبقى اشتركت في القناة اول ما بنعمل فيديو بيجي لك ازاي تتواصل معي عندك هنا عند الصورة الرئيسية في كلمة فيسبوك لو دست عليها هتوديك لصفحتنا مباشرة للفيسبوك اول علامة بتاعة تويتر دست عليها توديك في تويتر لينكدن عايز تبعث لي ايميل من هنا تدوس تبعث ايميل مباشرة عايز تكلم معي على مسانجر بتاع الفيسبوك بتدوس على اخر واحدة هذه العلامة نرجع من القول تاني عايز تروح صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي فوق عند القلم صفحتنا في الفيسبوك تدوس توديك الصفحة مباشرة تويتر تدوس تروح الصفحة لينكدن تبعث ايميل او تتواصل معي على مسانجر تكتب على طول الموضوع السهل من الممكن مثلا ان انت تكون بتشاهد فيديو للجريء التيفي زي ده وانت تشاهد عايز الفيديو مثلا عايز تشترك في القناة فبتعمل ايه؟ بتدوس على الاحمر طول ما هي حمرة كده تبقى انت مش مشترك في القناة فبتدوس على الاحمر وتدوس على الجرس تختار الاول تدوس على الجرس تختار الاول عايز تتواصل معي على الفيسبوك تويتر روح على العلامة او كلمة الجريء تيفي هيوديك الصفحة الرئيسية تختار من فوق من عند القلم اه فيسبوك تويتر لينكدن الايميل اخر حاجة ميسنجر تحورني على الميسنجر طب عايز تشوف كل الفيديوهات السابقة تدوس على كلمة الفيديوهات تطلع كل الفيديوهات والخبطات الاعلامية اللي احنا حقناها ولما ضربنا في الوزير ولما ضربنا في اسرار النادي الاهلي ومخلفة النادي الاهلي كل حاجات اللي انفرضنا بيها وحواراتنا مع النجوم وكل الموضوعات وكل انفرضات هتلاقيها في منذ بداية الخلاة وتستمتع بما حقنا من انتصارات ضد كل من هما ضد نادي الزماني فبالتوفيق هذا الشرح لو انت مفهنت الشرح هتتقيد الفيديو تاني وتفرج عليه عشان تعرف اعدو اقرر من هنا فوق عن الصورة الرئيسية تدوس تروح صفحة الفيسبوك هنا تويتر هنا لينكدين هنا تبعث ايميل هنا ميسنجر ترجمة نانسي قنقر